نمضي إلى صحيفة الراكوبة الإلكترونية ومنها نقرأ التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الأمن المغلقة حول السودان أعرب الأعضاء الخمسة الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق أمس الأربعاء عن دعمهم للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكا بيرت في مسعى لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكوينين المدني والعسكري في البلد الغارق في أزمة سياسية حادة حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية دبلوماسي طالبا عدم نشر هويته إن الجلسة تخللتها سئلة من جانب كل من روسيا والصين والأعضاء إلى فارقة في المجلس وهم كينيا والجابون وغانا لكن لم تكن هناك معارضة فعلية ولفت دبلوماسي آخر مشترطا عدم الكشف عن اسمه إلى أنه خلال الجلسة كان هناك دعم واسع للعثب وجهوده وأضاف ومع ذلك فقد طرحت أسئلة كثيرة أيضا حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسية أستاذ شوقي هناك دعم دولي كبير للمبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية في ظل تباين المواقف كيف يمكن أن تنجح في حل هذه الأزمة؟ شوف يعني أنا أفتكري أن المبادرة حتى الآن طرحت في تكليف المبعوث للأمم المتحدة فولكار رئيس بحثة يونيت تامس أنا شايف أنه في كثير من حتات الناس يتكلم أنه ده ما دوره لا في الحقيقة دوره في أنه جاء لدعم الانتقال الانتقال حصلت فيه ردة الانتقال الديموقراطي في الفترة الانتقالية هو جيد عام الحاجة دي وحصلت فيها ردة بين غلاب 25 أكتوبر هو جاء بالفترة البند السادس هو مخاول له أنه يعني يتدخل بقوة عسكرية حتى الآن فلذلك هو بيقوم بيحاول إعادة في إعادة المسار الانتقالي ده المسار الديموقراطي حتى نهايته فهذا من حيث أنه دوره دوره طيب بيبقى في نحن كيف سنتقبل المسارة دي هو بيقول أنه حيجتمع مع الأفراد في الأول يعني هو أطلق مبادرة والناس برضو انتقدوا أنه ما قال أنا ما عندي حاجة جاهزة فهو يفتكرون أنه الحل لاجب أنه يكون سوداني سوداني الحل ينبع من السودان ومن السودانيين بأنهم يجلسوا فيه حيجلسوا كأفراد حيجلس معهم ثم حيجلس معهم كطرف بدني يعني يجمع كل الأطراف المدنية دي حيسمع مثلا حزب الأمة حزب المؤتمر السوداني حزب البحث حزب الاتحاد المعارضة الأحزاب كلها رجان المقاومة المجتمع المدني حيسمعهم ويشوف مطالبهم ويصنعوا منها حاجة فيها مشتركات يعني يعني يتفقوا على 90% العشرة في المية يعودوا متكلم معهم فيها كلهم عشان يتفقوا عليها فإنت ممكن أن تشتغل بجسم وفكك أو فيه مشاكل أو فيه اختلافات فده بحدد دي الحاجة ده نعمل وأنا بقول وقبل شوية قلت الكلام ده في أنه إحنا لا ده ممكن نعمل برانة يعني الناس فيه ناس متشككين في دور الأمم المتحدة فيه ناس متخوفين من أدوار الأمم المتحدة فيه ناس بيفتكروا لا ليه هذه محاولة لدعم العسكر وإيقاف مواجهة العسكر طيب إحنا ده ممكن نعمل برانة كقوى سياسية وكمجتمع مدني وكلجام مقاومة ممكن الناس يعملوا ده برانة بيبقى المهم الصعب الطرف الثاني ودي الإشكالية الحقيقية والناس ما يهربوا منها في أنه فولكر حيقوب في الطرف الثاني منه هل هو الجيش؟ أو دائما أنا بذكر أنه الجيش هو ما لنحازل الثورة دي الثورة دي نحازلت لها لجنة الأمنية كان فيها ممثلين اثنين من الشرطة وفيها اثنين من الجهاز الأمن وفيها عدد من العساكر وفيها ناس من الدعم السريع لها لجنة الأمنية بتاعت البشير اللي بيقولوا الناس الآن هي في 11 أكتوبر قالت أنا نحست للثورة إن حازلت أو ما نحازلت دي نقاش تاني لكن هل تفتكر إن حازلت الكتلة الحرجة كانت بوجودة في الثورة وجات في ريضان الاعتصاب في 11 أبريل طيب هل هم ديل حيجوا الجيش؟ يعني هل التفاوض رح يكون مع الجيش؟ طيب مع الجيش مع أمنو؟ هل مع الرجل المجلس السيادي ومع المجلس العسكري لقد الزمان؟ أفتكر ده الآن هو شي شي مرفوض يعني حتى الآن ده شي مرفوض طيب ممكن تبقى الموضوعات اللي حتتتناقش في الطاولة تكون عندها أثر يعني والله لو قالوا في طوالي قالوا إحنا هل نتفاوض في تسليم السلطة للمدنيين بيبقى ده كلام مقبول للتفاوض في أنه والله إحنا ماشيين نستليم منك السلطة مهما كان السلطة دي عسل نستليم لازم يكون في التفاوض بيبقى ده كلام مقبول فبيبقى أنا باختصار داير أقوله أنه فيه جبندين بهم بيأسروا على مستقبل المبادرة دي حسب ما الطرف التاني من الطرف المدني ده مهما كان في الآخر بيتفق بيبقى الطرف التاني منه في الطاولة المقابل في الطاولة منه هل هو إحنا مثلا قلت لك ممكن المؤتمر السوداني يغير بشخصيات تانية هل المكأسسة العسكرية قابل إنا تغيير أفرادها ده الوجوه دي قابل قادر التفاوض دي بيبقى دي السؤال المحور يوجهها لي الناس قالوا والله الناس اللي ارتدوا على الثورة مرتين في فضل الاعتصام في غلاب 25 أكتوبر نحن مادرين نتفاوض معهم طيب هل تعتقد بأنه حتى إذا تم تغيير وجوه الجانب العسكري يعني لن يأول الحال ليصل مجددا إلى تعقيد الحوار يعني حتى هناك من يقول بأنه حتى إذا ما جاءت وجوه جديدة ستواصل ما تقوم به الوجوه الحالية خصوصا على صعيد المؤسسة العسكرية لا يعني أنا فكرة على صعيد المؤسسة العسكرية هالفكرة الآن بيشغلين على الأمم المتحدة في إنه الناس يقلسوا في الطاولة ده المهم هم يفتكرون الناس يقلسوا في الطاولة مراتا ما كناك للي كلام غلط في ميسندرستانت في أنا موقفك ما فهمت صاح الناس لما نقعد في الطاولة بيفهم مواقف بعض صاح ده الفكرة الأساسية عشان كده هو قال أنا ما عندي حاجة أقدمه للسودانيين يقعدوا في طاولة الحوار ده يتناقشوا طيب لكن قبل ما نبقى في طاولة الحوار ونتناقش لازم الطرف الثاني ده يتحدد منه لأنه الطرف الثاني ده الآن مرفوض وهو قاعد يعزز فرضية رفضه أنا دائما بقول إنه المجلس العسكري القاعد في مجلس السيادة هو بيحزز فرضية بيزعزز الفرضية بتاعت رفضه بقتل المتظاهرين بإغلاق البلد بالتردي الحاصل في الاقتصاد بإدارة البلد بطريقة بطريقة الغبضة الحديدية ده يعزز إنك كده الناس ما يتفاوضوا معك ما أنا تمان زاتك عشان أتفاوض معك غير السلوكة اللي بتعمل فيه ده وده ما حصل فعشان كده أي يزول ده بيقى مبرر في إنه أنا أقول والله ما دار أتفاوض معك لأنه ده طريقة إنك تتفاوض معي بالإزعان يعني مكون العسكري الآن هو مبادرة فولكر دي برحب بها جدا لأنه آين في وضعه ده لكن الطرف التالي دير الناس يجو بالإزعان ده ما بيقدم أي تبشيرات يعني الآن باختصار شديد الآن حتى ما في خطاب سياسي يعني المجلس السيادي ده كله بيقول مدنيينه بيقول عسكريينه ما بيقدمه يعني مثلا قبله ببادرة فولكر للحوار لكن ما بيقدمه خطاب للشعب السوداني ما بيقدمه خطاب للقوة السياسية ما بيقدمه خطاب للشارع السائر ده بيفتكروا إنه آي خلاص إحنا وافقنا طالما عندنا الآلة بتاعت القمعي ده محاولة بتاعته الناس يسعينوا يعني وده مضر جدا بالعملية السياسية ومضر جدا بالمستقبل البلد طيب وكيف سيتم حسم مسألة أن الجانب الأول المكون المدني بكافة طيافه السياسية والميدانية كذلك بأنه ناقص يعني هناك من يعتقد بأن عملية إدارة التنوع في السودان هي صعبة للغاية هناك الكثير من الأطراف التي في السودان لا يملكون موثلين حتى في الإجسام السياسية ولا الميدانية بل هناك من يطعن حتى في مسألة أن تمثل لجان المقاومة أغلب أطياف الشعب السوداني شوف ما هي مهما كان إحنا ما حنلقى التمسيل كامل لأي زول يعني خاصة في مرحلة زي دي مرحلة انتقال ما الناس ما جاء بالانتخابات طيب الواحدة من إشكاليات الفترة الانتقالية الأولى يعني إحنا في الجوة السوري ذات الناس تراضوا بحب الحرية والتغيير الناس الوقعد على ميساق الحرية والتغيير يعني كانوا ذلك هما الناس يتحدثوا باسم السورة واسم السوار وكذا كويس ده واضح أنه يعني بعد المدى الثوري ده انحسر شوية وانتهينا من مرحلة الثورية دي الناس بدأوا يتفكروا في أنك كنت بتمثلني وأنا ما بمثلك وكذا يعني ده واحدة من الحاجات الظاهرة الجديدة طيب كان فيه واضح جدا أنه النظام المؤتمر الوطني والإسلاميين الشاركوا مع البشير حد لحظة صغوطه دي آي مستبعدين من الفترة الانتقالية يعني ممكن نجوب الانتخابات شاركوا في الانتخابات كانت ده دي كانت حاجات رتبت المشهد في الأول لكن بعد انقلاب 25 أكتوبر وانحصار المدى الثوري الفترة الثورية دي الشرعية الثورية دي تراجعت شوية بيقى فيها الأسلة دي مطروحة إنه أمنون حيمثل منول حي يتمثل يعني ومنول حمثل ودي هي دي في تحديد مهمة القوات السياسية ودي نحن عشان كده بنقول الوحدة والوفاق محتاج لناس أقوياء وناس يفكروا بطريقة يعني خارج الصنطوق وبتقديم أصلحة البلد ونفكر بطريقة تجمعنا كده بطريقة ملهمة كده وده أنا أفتكر منه إحنا قادرين عليه يعني القوات السياسية قادرة عليه لكن تتوافق وتخرج بشجاع على الناس وتقدم خطاب قوي مسموع للناس ويستوعب المرحلة دي المرحلة دي مختلفة من ما سوى ممنع عليها بنفس أدوات الحداشر أبريل يعني المرحلة دي فيها اختلاف كبير جدا شكل الطرف التاني شكل الطرف ده فترة السنتين دي ظهرت خلافات جديدة بين القوى السياسية والقوى السورية كده يعني حصلت حاجات كثيرة جدا خلال السنتين وثلاثة سنات دي فده بكل لازم نحن نستوعب فالقوى السياسية الآن هي عليها وليس قوى السياسية قوى السورة كلها الناس الدعمين للانتقال الآن محتاجين يقعدوا ويفكروا مع بعض تفكير بطريقة مختلفة تفكير فيه روع بتاع الوفاق يعني مسألة التخوين والتنور على بعض وبحاولة ترد الناس من الشارع السوري واستهداف بعض الشخصيات من القوى السياسية والحوارة اللي بدور بين القوى ده كله الآن إحنا لازم نلجلب وعليات وسريعة يعني مسألة الزمن دي الآن أصبحت مسألة مريحة خاصة مع التردد الاقتصادي طيب ده رسالك من حاجة الشوقي لا نستجع دم مهمة جانبا مدني بالكامل يعني طيب كيف تفسر جلوس يعني تيك لنبالتي تتوارد عن مسألة جلوس أطراف من المؤتمر الوطني مع رئيس البعثة الأممية شوف يعني أنت البعثة الأممية دي يعني إحنا الناس منتظروا منا فعل ثوري ما صحيح طبعا أنا يعني أنا ما متكتب من الأخوار بإعكاس قراءة على السياسة الواقعية كيف تعلق يعني في مسألة الواقعية يعني أنا ربما يعني هو ممكن يتلس يعني في الآخر هما ما معانا في الشارع السورة هذا ما معانا هو في الشارع السورة هو زول جاي سهل الانتقال بيبحث عن تلك السياسة أنا ما قاعد يدافع عنه يعني لكن بتصور كده إنه هو بيفتش عن عمل الانتقال لما نجو مثلا ناس المؤتمر الوطني ما أعتقد أنه بقدر يصدهم يعني لكن إن واس فاياprofit حاجة خطيرة ما انحنا نرافضين لماتمر الوطني أول ناس علي بنسبة لماس التنصر دي هي نرافض المؤتمر الوطني و القوال في الشارع دي هي الرافضة مؤتمر وطني و القوال في الشارع دي قاعد تقول كلمة في الآخر هي ص قطت البشير يعني هلس قطت عمر البشير ما بتفتكرون نا حماسن ما مات بكافتكرون نا ممكن يعملوا حاجة بإطلاقارـوه وهو ذاته لو داهرة يعني انحاز للمؤتمر الوطني ما عظيم ده تفكير سليم يعني ما يكون هما يفكر بالطريقة دي وذول أممي داهر يحيل للمشكلة ذول يفتكر انه محايد يعني على الأقل لازم يظهر انه محايد